موسيقى بعد أيام قليلة من تهديد روسيا بإطلاق النار على السفن الحربية الغربية بالقرب من شبه جزيرة القرم في البحر الأسود انطلقت في الثامن والعشرين من يونيو تدريبات سي بريز السنوية التي يستضيفها الأسطول الأمريكي السادس بالاشتراك مع البحرية الأوكرانية بأكبر عدد من المشاركين على الإطاقة وتركز مناورات سي بريز 21 التي تستمر حتى العاشر من يوليو في منطقة البحر الأسود على الحرب البرمائية وحرب المناورة البرية وعمليات الغطس وعمليات الاعتراض البحري والدفاع الجوية وتكامل العمليات الخاصة والحرب المضادة للغواصات وعمليات البحث والإنقاذة وفقاً لبيان صحفي أصدره الأسطول السادس وفي هذه المناورات توفر 32 دولة من ستقارات 5000 جندي و32 سفينة وأربعين طائرة و18 فريقاً للعمليات الخاصة والغوصة وفي هذه المناسبة قالت القائم بأعمل سفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا كريستينا كفينا تفخر الولايات المتحدة بالشراكة مع أوكرانيا في المشاركة في استضافة التدريبات البحرية متعددة الجنسيات سي بريزا والتي ستساعد في تعزيز إمكانية التشغيل البيني والقدرات بين الدول المشاركة وأشدد تكفين على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على سلامة وأمن البحر الأسود قاصدة بذلك أن الولايات المتحدة ستدعم أمن وسلامة أوكرانيا أمام التحديات الروسية المتصعدة وجرت التدريبات والمناورة بعد خمسة أيام فقط من أعلان روسيا أن أحد سفنها الحربية أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت طائرة حربية أخرى قنابل في طريق المدمرة البريطانية الديفينتر لإبعادها عن المياه الإقليمية الروسية بالقرب من مدينة سيفاستبولا حيث القاعدة البحرية الروسية الرئيسية في شبه جزيرة القرمة في المقابل نفت بريطانيا تلك الرواية وأصرت على عدم وجود رمي تحذيري أو قنابل أسقطت بالقرب من ديفينتر ففي بيان سابق ذكرت وزارة الدفاع الروسية في الثالث والعشرين من يونيو حزيران 2021 أن سفينة دورية أطلقت طلقات تحذيرية لأن السفينة HMS ديفينتر تجاهلت إشعارا بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية حيث اجتازت 1.6 ميل بحري في المياه الإقليمية لروسيا وزعمت أن قادفة روسية من طراز سيخوي تونتي فوهرة أسقطت أربع قنابل أمام السفينة لإقناع ديفينتر بتغيير مسارها في المقابل أصرت بريطانيا على أن السفينة كانت تقوم برحلة روتينية عبر ممر معترف به دوليا وبقيت في المياه الأوكرانية وتعترف المملكة المتحدة مثل معظم دول العالم بشبه جزيرة القرم كجزء من أوكرانيا على الرمي من ضم روسيا لها بالقوة في عام 2014 وبسبب الإشكالات السياسية الداخلية لم يصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما إذا كان قد وافق شخصيا على رحلة ديفينتر لكنه أشار إلى أن البحرية الملكية كانت تؤكد وجهة نظرها باتباع هذا الطريق الدولي فصرح جونسون أن النقطة المهمة هي أننا لا نعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم فكان من الصواب تماما أن نبرر القانون ونسعى إلى حرية الملاحة بالطريقة التي فعلناها وأن نسلك أقصر طريق بين نقطتين وهذا ما فعلناه وكانت هذه الحادثة هي المرة الأولى منذ الحرب الباردة التي زعمت فيها موسكو أنها قد استخدمت الذخيرة الحية لردع سفينة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسية مما يؤكد على التحديات المتصاعدة من الاستدامات العسكرية أو أسط التوترات بين روسيا والغرب ويجمع تدريب سي بريس الذي بدأ في عام ١٩٧٧ معظم دول البحر الأسود وحلفاء وشركاء ناتوا معا للتدريب والعمل في الصعي لبناء قدرات متزايدة وتشمل الدول المشاركة في التدريب ألبانيا، أستراليا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الدنمارك، مصر، إستونيا، فرنسا، جورجي، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، لتوانيا، ملدوفا، المغرب، النرويج، باكستان، بولندا، رومانيا، سنغال، إسبانيا، كوريا جنوبية، سويد، تونس، تركيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة والأسطول السادس هو أحد الأساطير القتالية الأمريكية مع موظفي القوات البحرية الأمريكية في أوروبا يقع المقر الرئيسي للأسطول السادس في قاعدة نشاط الدعم البحري في نابولي إيطاليا وتتمثل المهمة المعلنة رسميا للأسطول السادس في عام 2011 في أنه يقوم بمجموعة كاملة من بعثات العمليات البحرية والتعاون الأمنية في مسارح العمليات بالتنسيق مع دول التحالف ومع الوكالات المشتركة والأطراف الأخرى من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في أوروبا وأفريقيا وقد تأسس الأسطول السادس في فبراير 1950 عن طريق إعادة تشكيل أسطول المهام السادس السابقة ومنذ ذلك الوقت كان يشارك باستمران في الشؤون العالمية حول البحر الأبيض المتوسط وفي بعض الأحيان أبعد من ذلك منذ إنشاء حلف الناتو في عام 1954 شكل الأسطول السادس أقوى قوة ضاربة بحرية تابعة للحلفاء في المنطقة الجنوبية لحلف شمال الأطراسية واحتفظ بلقب قوة الضرب والدعم البحري في جنوب أوروبا Strike for South في هويته بحلف الناتو ولكن مع إعادة تنظيم الناتو في أوائل القرن الحادي والعشرين أصبح العنوان هو القوة الضاربة والدعم الناتو وكان مقر الأسطول في جايتا إيطاليا بقيادة نائب أميرالا ومع ذلك بدءا من عام 2004 تم دمج طاقم الأسطول السادس مع طاقم القوات البحرية الأمريكية في أوروبا والذي اتعذ من ذلك الوقت لندن مقرا لضباطه ومنذ ذلك الحين عمل الطاقم ككيان واحد مع أميرال برتبة فريق أول أو بالعرف الأمريكي أدميرال بأربعة نجوم يعمل كقائد للقوات البحرية في أوروبا وقائد القوات البحرية في أفريقيا هذا الأدميرال لديه نائب قائد برتبة فريق أو جنرال بثلاثة نجوم يحمل أيضا لقب قائد الأسطول السادس للولايات المتحدة ويعرف الطاقم ككل باسم قائد القوات البحرية في أوروبا أفريقيا قائد الأسطول السادس للولايات المتحدة أو سي أن إي سي أن إي سي سي سكس أفا ويعمل من منشأته في قاعدة نشاط الدعم البحري في نابولي في موقع كابوتيجينو في نابولي إيطاليا وتعتبر اليوساس مونت ويتني هي السفينة الرائدة في الأسطول السادس حيث تتخذ من ميناء جايتا بإيطاليا مرفعا لها وتعمل في البحر الأبيض المتوسط يتم تنظيم الأسطول السادس من الناحية التشغيلية في فرق عمل فرقة العمل ستين وتعد فرقة العمل ستين هي القوة الضاربة للأسطول فعندما تدخل أي مجموعة ضاربة لحاملة طائرة هجومية إلى منطقة ما في البحر الأبيض المتوسط عادة ما يتم تعيينها TF60 وتعين قائد للمجموعة القتالية وغالبا ما تتكون فرقة العمل القتالية هذه من حاملة طائرات واحدة أو أكثر ولكل منها مجموعة مرافقة من اثنتين إلى ست طردات ومدمرات يوجد على متن حاملة الطائرات جناح جوي من 65 إلى 85 طائرة هذا الجناح الجوي هو الذراع الضارب الأساسي للمجموعة الضاربة على متن الحاملة سترايك جروب ويتضمن طائرات هجومية ومقاتلة ومضادة للغواصات وطائرات استطلاع فرقة العمل واحد وستين قوة الهجوم البرمائية ومن سفن هذه القوة تنتقل مشهة البحرية إلى الشواطئ جوا وبحرا من خلال مركبات برمائية وعندما تصل القوة إلى السواحل تقوم سفن هذه القوة بالتغطية النارية للمشهة وبالدعم اللوجستي والقتالي المستمر إلى أتمام المهمة وعودة مشهة البحرية إلى السافينة مرة أخرى فرقة العمل اثنين وستين قوة الهبوط وحدة الاستطلاع في مشهة البحرية فرقة العمل اثنين وستين هي القوة البرية جاهزة للقتال وتتألف من وحدة الاستطلاع في مشهة البحرية أم إي يو التي تضم حوالي ألف وتسعمائة من مشهة البحرية وبنقل أم إي يو إلى سفن فرقة العمل واحد وستينة تجهز هذه الوحدة بالمدرعات والمدفعية وهليكوبتر للنقل لتمكنها من القيام بالمهمات على الشواطئ أو إجلاء المدنيين من المناطق المضطربة عادة ما تكون وحدة أم إي يو هذه من قوة استطلاع المارنز الثانية دبل آي أم إي أفعال صاحل الشرقي للولايات المتحدة فرقة العمل ثلاث وستين قوة اللوجستيات هي القوة اللوجستية للأصولة ففرقة العمل ثلاث وستين والقيادة اللوجستية للنقل البحري التابعة لقيادة النقل البحري العسكري سيل جروب هما تشكيلا منفصلان يعملان في الواقع كوحدة موحدة مع طاقم واحد ويقع المقر الرئيسي لفرقة العام الثلاث وستين في نابول إيطاليا وتتألف من ناقلات النفط وسفن الإمداد وسفن الإصلاح وتتمثل مهمتها في توصيل الإمدادات في البحر وإجراء الإصلاحات للسفن الأخرى ومعدات الأسطولة فرقة العمل أربع وستين للعمليات الخاصة تتألف الوحدة الأولى لفرقة العمل أربع وستين من غواصات تعمل بالطاقة النووية مسلحة بصواريخ استراتيجية بعيدة المدى دبل اس بي أن فحتى نهاية سبعينيات القرن الماضي كان مقر هذه القوة في محطة روتا البحرية بإسبانيا وكانت المهمة الأساسية هي الردع النووية ومن المستبعد جدا أن يتم تخصيص أو تشغيل أي من الغواصات الطاقة النووية المسلحة بصواريخ استراتيجية بالفعل مع قوة الأسطول السادس CNEC6F في منطقة البحر الأبيض المتوسط لكن بالطب قد يحصل هذا في حالات الحرب والإضطرار إلى إشراكها في الماركة ثرقة العمل 65 أسطول المدمرات 60 الموجود في نابول إيطاليا تنفذ السفن المقاتلة السطحية TF65 عمليات لا تعد ولا تحصى من أقصى الشمال مثل البحر النرويجي والجنوب إلى رأس الرجاء الصالح بما في ذلك الدفاع الصاروخي الباليستي وتأمين خطوط الاتصالات والمواصلات البحرية وعمليات الاعتراض البحري والدعم المباشر لعمليات وتمارين النهو المشتركة والعمليات ضد الأرهاب وعمليات مكافحة القرصنة وعمليات إنفاذ القانون البحري الإفريقي والشراكة مع العديد من الدول الإفريقية ثرقة العمل 67 طائرات الدوريات البحرية البرية تتألف فرقة العمل 67 من طائرات دورية بحرية تنطلق من قواعد أرضية وتعمل هذه الطائرات فوق مياه البحر الأبيض المتوسط في أدوار مضادة للغواصات والاستطلاع والمراقبة وزراعة الألخامة فرقة العمل 68 قوة الحماية البحرية تأسست فرقة الـ CTF-68 في السابع عشر من مارس 2005 وهي لقيادة قوات حماية الصنوف القتالية المتخصصة مثل كتائب البناء ووحدات نشر الألغام وحماية الكتائب القتالية للأسطول المخصصة لمكافحة الإرهاب فاستا فرقة العمل 69 هي مسؤولة عن تخطيط وتنسيق عمليات نشر الغواصات وحرب الغواصات في البحر الأبيض المتوسط وعلى وجه التحديد تتكون فرقة العمل 69 من غواصات هجومية توفر القدرة على تدمير سفن العدو السطحية والغواصات وكذلك حماية سفن الأسطول السادس الأخرى من الهجمات المضادة اشتركوا في القناة